مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز النهاردة سيكون معنا أخبار كتير متنوعة ومختلفة وكل الترانز اللي حصلت على مدار الأسبوع ودلوقتي يلا نبدأ حلقتنا بفقر الترانز of the week خفلة عالمي في الأقصر سراع هالند وي صلاح وحنتكلم كمان عن آيكونة دهب مصر يلا بينا نعرف التفاصيل كلها مدينة الأقصر كانت متصدرة التراند عالميا في الأيام اللي فاتوا وده بسبب الحفل الأسطوري اللي تعمل فيها بمناسبة احتفال دار الأزياء الإيطالية العالمية ستيفانو ريتشي وده كان بسبب اليوبيل الزهبي لها الاحتفالية بدأت بحفل عشاء أقيم في معبد الأقصر وكان من ضمن فقراته مجموعة من العروض منها التنورة والتحصيب وفقرة خاصة للمزمار السعيد وبعدها في نفس اليوم أقيم عرض أزياء مستوحة من الحضارة الفرعنية بمعبد حد شبسوت وأحياء الحفل الفنان العالمي أندريا بوتشيلي والاحتفالية استمرت لمدة 3 أيام بحضور أكتر من 500 شخص من حول العالم جم مصر ب13 طيارة خاصة ومنهم شخصيات فنية عالمية الحفلة دي اللي هنخرج منها برسالة واحدة هتبقى هي أن قد إيه مصر جبيرة وعظيمة بحضارتها وأرضها وشعبها وده اللي خلى واحدة من أكبر دور الأزياء العالمية تسيب الدنيا كلها وتيجي هنا علشان تحتفل باليوبيل الزهبي لها تاني تراند معنا النهاردة هو خاص بنجم مصر محمد صلاح صلاح اتصدر التراند خلال الأيام الأخيرة في مصر وإنجلترا بسبب تصريحات يورجن كلاب المدير الفني لليفر بول واللي قالها بعد مباراة فريقه ضد الأرسنال في الدوري كلاب في تصريحاته دافع عن محمد صلاح ورفض أسئلة الصحافيين واللي بتقارم بين محمد صلاح وهالند لاعب نادي منشستر سيتي وقال إنه بيرفض المقارنة دي من الأساس وقال إن صلاح بيعمل اللي عليه في الملعب وحتى لما مش بيسجل مع الفريق بتكون مساهماته كبيرة جدا وطبعا اللي بيتابع الدوري الإنجليزي عارف إنه جمهور نادي ليفر بول عايش حالة من الحزن والغضب الفترة الأخيرة وده بسبب سوء النتائج اللي بيقدمها الفريق كله بشكل عام واللي كان أخيرها المباراة اللي اخسرها ليفر بول من أيام ضد نادي أرسنل بنتيجة 3-2 وهي النتيجة اللي بعدت ليفر بول مبكرا عن المنافسة على الدول ومن نجمة عالمية مشارف مصر كلها في ملاعب كرت القدم لنجمة عالمية مصرية تانية مشارفة مصر برضو في مجال الرياضة وهي دينا مشرف دينا اتصدرت الترن مصريا وعالميا خلال الأيام اللي فاتت بعدما اختارتها مجالة فوربز العالمية ضمن قائمة أفضل شخصيات مؤثرة تحت 30 سنة علشان تبقى دينا بالإخسيار ده أول لعابة تنس طولة في الشرق الأوسط تنضم القائمة دي دينا ملقبة بأيكونة الذهب المصري ولسه فايزة ببطولة أفريقيا في شهر سبتمبر اللي فات ودينا حقائك كتير من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي والأفريقي كمان وكتير من الصحف العالمية اهتموا بالتكريم ده وقالوا عنه أنه إنجاز غير مسبوك بتحقق لعابة منتخب مصري والنادي الأهلي وهو الإنجاز اللي بينضم لقائمة الإنجازات الكتير اللي حققتها دينا مشرف واللي منها مثلاً إن دينا أول لعابة تنس طولة مصرية وعربية وأفريقية تصل للمركز 29 في التصنيف العالمي للعبة وده اللي خلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرمها ويمنحها وسام رياضة من الطبقة الأولى وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week التنمر من أسوأ المشاكل الاجتماعية الموجودة حوالينا وبالرغم من إن الظاهرة مش جديدة ومن زمان بنشوف وبنقابل ناس متنمرين لكن محدش يقدر ينكر إن السوشال ميديا سهمت بشكل كبير جداً في إن الظاهرة دي تبقى واضحة لنا كلنا يعني مثلاً في الأيام الأخيرة شفنا على السوشال ميديا أكتر من حال التنمر منها حال التنمر بواحدة من المزيعات وكمية تعليقات وكلام سخيف وصعب جداً إن هو يتقل كمان لقينا حال التنمر تانية على لعب كرة عراقي سنه 22 سنة والحقيقة بجد إن كل التصرفات دي مش المفروض خالص إنها تكون موجودة بيننا لإننا كنا دايماً منحب نتعامل مع بعض بشكل رقيق ومحترم وكانت فكرة جبر الخواطر هي الأساس في كل تعملاتنا مع الناس ولأن الموضوع فيه كلام كتير وأسئلة كتير قررنا إنه يكون معنا النهاردة ديفا هي واحدة من البلوجرز المشهورين جداً لكنها كمان اتعرضت لكتير من مواقف التنمر منورنا النهاردة البلوجر نادا أندريا يحيى بيقولي مش هتنمر عليكي أنت كلك عيوب بسم الله ما شاء الله بصاً قلتها قبل كده وهقولها تاني الولد اللي بيقعد يقول كلام وحش لبنت بيبقى بيحبها كيفية نادا؟ كيفية نادا؟ كيفية نادا؟ كيفية نادا؟ ومبسوطة نادي بتاديتي على طول الإنتربيو كده بضحك من قبل أن نابتني أي كلام كيفية نادا؟开سة أفرق نادا عايزكي تقولي لي في أول الإنتربيو كده أنت كامل بالبلوجر كيف تفعلني بالضبط على الصفحاتك على السوشيال ميديا؟ أنا لا أقوم بعمل شيئاً أنا أقوم بعمل مختلفة فممكن أن أقوم بعمل شيئاً برد على تنمر أو ممكن أن أقوم بعمل شيئاً بعمل فيديوز برضو مع أخواتي وأنا أيضاً مدرسة فساعدت بعمل شيئاً لها دعوة بالتدريس فبتبقى كذا حاجة في بعض يعني مش حاجة واحدة نحن عارفين أنت تعرضت لحالات تنمر كثير عايزة أعرف هي ابتدت من وقت السوشيال ميديا أو من قبلها؟ لا هي ابتدت من أيام المدرسة عشان زمان شعر كيرلي ما كانش كومن قوي وكان بيضايق الناس وكمان زمان ما كانش في أي منتجات خالص تعرف استخداميها كان يوجي لي كل ناس شعرها مفروض فأنا شعري كان مبهدل قوي والناس كب تدايق منه فقدت دائماً بأخذ كومنت سلبية واذا بقى من الطلاب أو صحابي أو مدرسين كل الناس يعني كان بداية الناس مش عارفة لي وقتها كان وقتها عندك تقريباً كم سنة ده من وانا صغيرة قوي أنا شعري ترامل ده نعاصدي ابتدوا هما يتنمروا عليك يمنونتي عندك كم سنة أعتقد ممكن ابتدائي إعدادي صغيرة جداً أه لا دفنت لي صغيرة وكنت بقتها بتعملي إيه كنت بقى تدايق قوي أنا مش شخص اللي بيعرف يرد على حد قوي لما كانوا بيلولي كومنس فكنت بقى مش عارفة أعمل إيه فكنت وانا صغيرة دايماً عندي الإحساس إن أنا محتاجة دايماً أفرد ومحتاجة أي حاجة غير الشكل والطبيعي عايزة تغييري الشكل عشان ما حدش يدايق آه بالزبط صح كده طيب وبعدين بعد كده كبرتي أوكي ودخلت الجامعة حصل نفس حالات التنمر لا في الجامعة توسفين ما كانش فيه مشكلة دي خالص بس أول لما ابتديت على تكتوب على السوشيال ميز آه إيه اللي حصل بقى هو أنا أوساً لما ابتديت الأكاونت الموضوع كان عشوائي ما كانش بهدف معين بس اللي ابتدى إن كان فيه شخص معين كان دايماً بيكتبلي كومنس على شعري وانا كنت دايماً برد واذير بقى سيكاستيكلي بطريقة هزار أو بطريقة هادية أو بطريقة زوء عادي هو كان بيهزر بطريقة سخيفة ولا كانت عايزي دايك من غير تهريك حقا؟ كان عايزي داييني بس على الوقت تبتدي أنا هو صحاب أصلاً كنت دايماً برد عليه فده اللي ابتدى الموضوع يعني أنا لما ابتديت في الأول أنا ما كنتش عارفة إن أنا برد على حد بيتنمر وإن أنا بعمل كونتنت عن الموضوع ده بس الفيدباك بتاع الناس هو اللي خليني يجمع إنه ده بيساعد شوية ممكن تقولي لي وكان بيقول إيه مش فاكرة مرة يقولي شعرك زي العنكبوت حياة غريبة يعني كان بيقول قومنس غريبة أو يقولي مثلاً شعرك باشع حاجات في السياق كنت دايماً كونت بتبقى يوجوي على شعري وانتي كنتي بترد عليه وكنتي بتقولي له إيه يعني أنا دايماً لما كنت برد إما كنت برد بطريقة هادية عمري ما كنت الشخص اللي بيطلع يتخاني عشان أولاً مش بعرف ثانياً دي مش طريقة يعني بس انتي جميلة إن انتي كمان بتدخلي ترد عليه يعني أنا عايزة عرف انتي بتقولي إيه لإن إحنا كلنا على فكرة بنتعرض لحاجات سخيفة كتير جداً على السوشال ميديا ومش لازم بالشرط يكون شعر ممكن يكون أي حاجة ممكن يكون لبسك ممكن يكون منخيرك ممكن يكون طريقتك وانتي بتكلمي فأنا عايزة عرف انتي ردتي يعلميني كده ساعد ورد بهزار يعني مثلاً حد يقولي حاجة ناجت في قوي أنا أخليها إيجابية إنه آنت أصدك إن أنا مثلاً شكلي شكراً كنت دايماً بقى كل فيديو بقى مختلف يعني ايه أكتر تعليق جالك انتي مش بتنسيه عشان حاسة إنهو كان معادي حدوده بزيادة جداً وديئك فعلاً أوكي حسناً التعليقات اللي كنت بتبع على شعري عمرها ما كنت بتدايقني بس من قريب قوي حصل لي كومنت دايقني بس تلعب حاجة كويسة في الآخر مش فاكرة مرة واحدة علاقتلي اللي هو بطلي أكل كنت لم سفرها مع صحابي ساعتها فأنا حسيت أنا ساعتها تنكدت قوي في السفرية ودي كت من المرات اللي أكشي تدايت بس بتاني يوم قلت خلاص مش مشكلة بس أنا ما تدايتش إن دا حصل عشان بعدما الكومنت دا حصل لناس كت لذيذة قوي في الكومنت عندي بتقولي لهو لا ولا يهمك وعملي اللي انت عايزاه وخلاني أعرف عام الفيديو زيسمها يلا ناكل مع بعض فأنا باكل مع ناس عكامرا وبتكلم معهم عشان يبقوا مرتاحين أكتر إنهم ما ياكلوا ما حسوش إحساس وحش والفيدباك اللي جي كان من أكتر عن حاجات نفسيا فأنا مش متدايق إن هيقلت لي كده بس ديكت من المرات اللي أنا فعلا اتأثرت شوية يعني وأنا قصلا يوجو لي قمت لشكل أو كده أو حتى أكل أو كده مش ديه اللي بتأثر يوجو لي لو إخواتي مثلا عائلتي صحابي أو كده قلوا لي حاجة على مثلا لذا أنت عنيدة دا الحاجة اللي هتفرق لي وهشتغل عليها لكان شكل اللي أعادي يعني برافو عليك أنت عملت حاجتين وإحنا عايزين في الانترفيو دلوقتي عاجبيني جدا أول حاجة أن أنت بتدخلي ترد على الناس اللي هما بيبعطولك يعني الناس ساعات كتير قوي ما ببقاش عندهم القدرة أن هما يردوا على الناس اللي بتبعط لهم كومن سباشي لما بتبقى صفحة مليانة ناس تانية حاجة دايما بلاقيه في الجملة بتاعتك في الآخر الحمد لله تحولت في الآخر بعد حالة التنمر لحاجة إيجابية يعني المرة الأولينية بقيته صحاب اللي بتنمر عليك بقيته صحاب المرة الثانية أنت تلاتي بفكرة وجابت ناس مشاهدة كتير وعالية صح طب أنت بتعملي ده إزاي يعني أنا من النوع لهم مش بحب بقى أعودة تدايق على الحاجة ولما حاجبت بقى وحشة بتحصل بحاول بأي طريقة أطلع من حاجة كويسة يعني مثلا حور أن أنا ناس كابتتنمر رأي في المدرسة أنا بعتبرها من أحسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي عشان هو ده اللي متساعدني أن أنا أعرف عمل التنمر يعني لو ما كانش ده حصل متخيل أن أنا كنت هطلع شخصية مختلفة أو يمكن أكون أنا أصلا نفسي أو بقى متنمرة فأنا عشان كده دايماً بحاول أبقى بوزيتيف أو إيجابية أوي ناحية أي حاجة وحشة طيب خلينا نروح نشوف فيديو بتاك ونرجع تانية أوكي توت بتقول معقول ده متجوز البتاع دي أولاً أنا مش عايزة أصدمك هو اسمه رامز أندريا وأنا اسمي نادة أندريا فحنا معرفش احتمالنا بأخوات أما بقى بالنسبة للبتاع دي مش هكذب عليكي ما كانتش ألطف حاجة ممكن تقوليها بس أنا قلت لنفسي إن كلنا بيجي لنا أيام وبنقول حاجاتنا مش بتبقى أحسن حاجة أو مش بتبقى لز حاجة فلو أنت يومك ما كانتش حلو أو أنت كنت يحسن أنك مش طوقة نفسك فكتبتي حاجة كده يعني أتمنى أن يومك يتحسن وأتمنى أن أنت تبقي سعيدة في حياتك موه نادة أنت بتعملي فيديوز أكيد عشان تساعدين الناس إن هم حاكتين أنا بعتبر الفيديوهات دي كده واحد إن يا جماعة بطلوا تنمر اثنين إنك تساعدين الناس اللي بيتعرضوا للتنمر هل بقى الفيديوز دي بيدخل ناس تتنمر عليها؟ آه ساعدة بيحصل بس أنا برضو عايزة بصريحة أنا في الأول لما كنت برضو على كومنس أمكتش مدركة أن ده بيساعد الناس لحد ما الناس ابتدت تقولي بس آه طبعا بشوف ناس كتير قوي بتبقى معترضة إن أنا برض على الكومنس نفسها اللي هو أنت مش مفروض تردي أنت موضوع ملوش لازمة بس أنا بالنسبالي لو الموضوع بيساعد حتى لو عدد قليل هعملوا كده كده مش فريق للناس اللي بتبقى معترضة أو بتالطريقة يعني طيب حسيتي إن في حد مثلا مرة بعتلك قالك الفيديوز بتاعتك دي ساعدتني إن أنا يبقى عندي سيقة زيادة في نفسي أو حاجة باستف بقى يعني حاجة إيجابية كده الناس اللي بتتعرض للتنمر هل الفيديوز بتاعتك حسيتي أو حد بعتلك إنه هو سعيدهم؟ هو آه ده اللي بيتبعتلي ده اللي خليني قصة أنا أكمل أكتر في الموضوع وده اللي بيخليني ساعد بضغط نفسي زيادة عن الزوم عارف لما يجي كومنتز كتير قوي تيبش متأسرة منهم بس موضوع بيضايقك أو تليست بيخلي اليوم سعب شوية بس بعد أقول لنفسي خلاص في حاجة كويسة طلعة فماشي تضايق مثلا الكام يوم دول عدي الموضوع بس أتليست بيساعد فخلاص يعني فده الأوقات اللي بحس إن أنا بيجي على نفسي بس أنا مش متضايقة يعني مبسوطة إن أنا بعمل كده برافو عليك طيب إيه أصعب رسالة جات لك من حد تعرض للتنمر بيتسم فيها مساعدة أو إن هو يصرف إزاي أو يعمل إيه بالنسبة لي أصعب حاجة للناس يعني بالزادة بنات صغيرة إنهم بيحسوا إنهم بيكرهوا نفسهم فبحتاج قوي أعد أتكلم معاهم وبحس إن كومنتي تقيلة وبابقى نفسي قوي أقنعها بعكس كده وساعد بحس إن مش دايما أنا هقول الحاجة المناسبة فبتبقى دي شوية تريكي بالنسبة لي فكرت إن أنت تستعيب حد مثلا خمير نفسي أو حاجة يساعدك في البيتش بتاعتك بس دايما يعني باكترح للناس إنهم يتكلموا مع حد كوالفايد أكتر أو حد نفسي يعرف يساعدهم عشان ساعة لما بحس إن حاجة أنا مش عارف يفيدل قدامي وممكن بالعكس أصلا أقول حاجة تبقى ناجتب بالنسبة لهم بركماند حدهم أنت عارفة إن إحنا في الترانز إحنا بنتكلم كتير جدا على مساوى السوشيال ميديا وإزاي ممكن أن الناس على السوشيال ميديا من غير ما يحسوا أنه هو بالنسبة له ثانية بيكتب قومنت القومنت ده قد إيه ممكن يؤدي لحاجات وحشة كثيرة جدا لبني أدم تاني فقابلنا دكاترة كثير جدا وعادنا مع ناس متخصصين جدا يقولنا إن التنمر على شخص الشخص ده ممكن يتعرض في الآخر الانتحار ممكن ينتحل أنا كثير قوي ميسجز بتجيلي في السياق ده إنه مكتر ما ناس بتتنمر علي أنا عايزة أقتل نفسي فايدنا نرد عليها بس في ساعتها بقترح عليهم نتكلموا مع حد يعني بس ده ويريد أنا أصلا كثير قوي بحس إنه لما القومنت ستبقى تقيلة قوي أنا بقالوا موضوع بيدخلني في مود مش حلوة قوي يعني فمتخيلة ليه ناس بتحس بكده أنت كمان أكيد بتتأصلي نفسيا من كم المشاكل الممكن تكون حد بيتعرض لها فبيجي يحكيها لك أو بيجي يقول لك تصرف إزاي أنا أصلا فاتحة إنستجرام بتاعي إن الناس لو عندهم حاجة يبعطوا لي وأنا بحاولوا الرد على قد ما أقدر فأوقات كتير أوي الموضوع بيبقى تقيل شوية علي بس بقول لنفسي خلاص إفسلي شوية بعد كده إرجاعي تاني فساعته قوي فعلا بيبقى صعوب بيان والله يا نادا يعني أنت مش فاهمة أنا مبسوطة قدقي أن أنت موجودة معي النهاردة بدي حكيتك الحلوة دي أنا مساعدة معكي وأنتي بتحكي أنا مبسوطة بيكي مبسوطة أن أنت قد إيه بتحولي الحاجة من ناجتف أو سلبية لإيجابية وقد إيه بيجي لك منها أفكار تقدري بيها برضو تسعدي ناس تانية وتحاولي أن أنت تخليكي تبقي وقفة جنبهم كده بس نصيحة ميني لكي أنت لازم 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 تبقي دايما لما الموضوع يبقى هتحسي نهو بيأثر في نفسيتك أنت شخصيا أنت مش دكتورة مثلا فاهمها قصدي أو أن أنت تقدر تسعدي بأن أنت تحطي أرقام مثلا دكتورة أنت عارفينهم أو الناس أنت واسقة فيهم أنهم يقدروا يساعدهم يريد تعملي دا علشان يبقى فيه برضو حد يقدروا يرجعون بالظبط أوكي آه طبعا ألدو ذات بشكرك يا نادا جدا على وجودك معي النهاردة في الترانز وبجد في التينة أنا تبسطة أي تانكي وأنا كمي مرسي بتمنى أن احنا نرجع تاني زي ما كنا والناس اللي بيستسهلوا قصة التنمر على البشر يفهموا أن الموضوع بجد مؤذي نفسيا سعلا نروح نشوف مع بعض فقرة السوشال لاب ونرجع تاني على طول وجي معادنا مع السوشال لاب اللي بنشوف فيه إزاي المشاهير بيستخدموا السوشال ميديا بتاعتهم وإيه أكتر الأبليكيشنز اللي بيحبوا هيكون عن الممثل اللي أبهارنا بدوره في مسلسل جزيرة غمام الفنان أحمد أمين واللي بيحتفل بفوزه بجيزة أفضل ممثل فمهرجان القاهرة للدراما الجيزة دي الحقيقة بالنسبة لي يعني أنا من سبع سنين كنت أعمل فيديوهات عشان نفسها بقى ممثل وكان نفسي أعود في مكان فيه شوية ممثلين بس مش أكتر يعني مش للدرجات دي فالجيزة دي يعني معناها حكتين الحقيقة معناها أن أسد زيتي والمهرجان والقائمين عليه بيقولولي أنت بقيت محسوب علينا فأنت مسؤول تشطر واشتغل شد حيلك والحاجة الثانية أن أسرتي وإخواتي اللي أنا كنت بقى أسهر في حقهم علشان خاطر عندي شغل يعني دعواتكم ما رحتش هضر فشكرا تعالوا نبدأ بفيسبوك أحمد أمين لأنه متفاعل عليه بشكل كبير ولقينا أن اللي بيتابعوه 4 مليون و900 ألف متابع أما هو في عام الفالو لتلاتة أكاونت بس ولقينا أنهما الفنان أحمد ميكي والفنانة إسعاد يونس وبرنامج الفاميليا ولأنه أصلا ممثل كوميدي طبعا الأكاونت كله بيعلق على أي موقف بطريقته الخاصة وآخر بوست نشره بمناسبة الباك تو سكول نشر الصورة دي وكتب عليها لما أستاذ الابتدائي ينادي عليك عشان تطلع تمسح الصبورة من الفيسبوك للإنستجرام بيتابع الفنان أحمد أمين مليون متابع أما هو فبيتابع 209 أكاونت ونشر لحد دلوقتي تقريبا 584 صورة وفيديو وطبعا الأكاونت كله عليه مشاهد من مسلسلاته وبوسترز لأعماله وبكده نكون خلصنا فقرة السوشال لعب دفنا النهاردة هو واحد من الناس الأكاونت بتاعته على السوشال ميديا مصدر إلهام لعدد كبير جدا من الشباب لأنه بيقدم محتوى مختلف جدا ومميز جدا مش بس كده لأ ده كمان عنده حالة ارتباط قوية جدا مع الفانس بتوعه على السوشال ميديا ودايما بيعمل لهم فيديوز فيها نصايح وحكايات مهمة ومفيدة قوي دفنا النهاردة هو واحد من أبناء ماس بيرو ومنور على كل ريك كاربت وكمان صفحته على السوشال ميديا كلها حوارات مع كثير من المشاهير والفنانين ومنهم كمان فنانين أجانب ونجوم هاليوود وبالرغم من نجاحه في التلفزيون والإزاعة إلا أنه قرر أنه يتجه كمان للتمثيل وكان آخر أعماله فيلم أمر من السحر واللي بيرصد فيه التحرش على السوشال ميديا الحقيقة الحوار ده غريب جدا بالنسبة لي مش بس لأني أعرف دفنا النهاردة من وهو تقريبا عمره ثلاث سنين لكن كمان لأني بحاول شخص اتعاود دايما أنه هو اللي يحاور الناس منوارنا النهاردة في الضياف الترانز الإعلامي شريف نور الدين ازاك يا شريف؟ مستغرب جدا والله جدا يعني من نسبة لي حوار سريالي جدا أنا كون موجود هنا بصي أنا بقالي فترة بقيت أنا بقى جاست لحد دلوقتي عندي مشكلة في القصة دي مش عارف تبقى ضيف صح؟ غريبة جدا يعني دايما بحب أن أنا وأكيد أنت فاهمة ده أنت وأنتي اللي بتعمل الانترويو أنت بتحس أن أنت كنترول صح؟ صح؟ هعزبك النار يا إله إلا الله هعزبك يا شريف النار والحاجة التالية بقى أنه معاك يعني يعني إحنا على الترابيزة دي إلا أولا كنت أحد فكر أو كحد قال لي من خمس سنين إحنا كنت أحدثنا من خمس سنين طبعا طبعا إن أنا حبقى قاعد معاك القاعدة ديت بعد السنين دي كلها وإحنا في المدرسة وعمرة يكونت حتى خيال أنا مبسوط جدا أنا بحب البروغرام ده قوي أنا هنا في بيتي في التلفزيون ستوديو عشرة وسعيد جدا أنا معاك النهار وأنا كمان يا شريف والإنتربيو ده يعني هو قريب مني قوي ومن قلبي علشان زي ما أنت قلت إحنا مع بعض تقريبا يا جماعة من حضانة صحي مش تقريبا هو إحنا قاعدين على نفس الدكة من حضانة لحد ما تخرجنا ووصلنا للجامعة تعال له بالصورة بقى لأ بلس صورة شريف بلس صور أرجوك بلس صور ميز طيب أول حاجة هسألك عليها النهاردة البيج بتاعتك على السوشال ميديا بتعمل فيها إيه بالضبط يا شريف بصي أنا الفكرة كلها أنه هي كانت البيج كانت البداية فيها أن أنا مجرد أنها تكون إنعكاس أو أو أن أنا بسوق لشغلي اللي هو الأساسي الإعلام كتقديم إذاعة كتقديم برامج كتليفزيون كأيا كان دي كانت البداية زي أي حد بدأ على السوشال ميديا وحب برضو في الكونتنت أنا بحب أتابع جدا جدا وشغلي أن أنا تابع كمان النجوم وصحابنا والكلام ده كله دي هي بداية كانت من هنا وبعدين ما تفهميش إيه اللي حصل بس الناس أعتقد أن هي كونت أو حبت المحتوى اللي أنا بقدمه اللي أنا بترحقش تتفرج على الحاجات على التليفزيون بيشوفوها على البيج بتاعتي وهكذا ومع الوقت أنا بحب جدا إنترأكت إحنا من صغيرين كانوا بيسموني شريف بارت وره في المدرسة أكيد أنت فاكرة طبعا أكيد أنا بحب أتكلم جدا وأنا ورد وحيد فدائما عارفة الورد الوحيد بتاع ممكن تصحبيني هو كده يعني أنا ماشي دول النهار عايز الناس تصحبيني فلستغلت السوشيال ميديا بدا فالناس حبت ده فمع الوقت بقيت أحسنه ده طيب ده ممكن يكون مصدر زي ما أنت قلت فعلا لأن أنا ممكن أكون بقدم حاجة مفيدة أو أن أنا بشار حاجة مثلا معلومة حلوة أو حاجة مثلا الناس ممكن تهتم بيها في الفن اللي أنا بحبه في الدنيا لو شفت حاجة حلوة أحب أصورها فبقى بالنسبالي مكان أن أنا أستقبل حاجات حلوة أستقبل حاجات إيجابية وأدي كمان حاجات إيجابية وأشارك الناس اللي هي بقت عائلتي الكبيرة دلوقتي أشاركهم كل لحظة حلوة أو كل حاجة حلوة هما كمان يكونوا جزء منها ده ببساطة شديدة جدا اللي أنا شايف بيه صفحتي هي وسيلة بتساعدني في شغلي وأتواصل بها مع الناس أنا أخترت إعلام خباسة مني خباسة مني لأن أنا أريد أصلا أريد أن أدفن إزاع التلفزيون أو إيه تخصص؟ إزاع التلفزيون مش صحافة بسرعة أهلاً أصلاً رأس هات أسماء ده ندور شابة بتاع وده كويس لأنه ماشي لأن لأن أنت دي حاجة لا مش كويس لا أرى كويس خالص ليه أرى أرى أستسهال لازم مين أنا أصلاً تشاهد في الجمال أنا لابساق هذا رائع مرحلة بالدلع وكل الأشياء التي أريد أن أقول لك لحد ما يبقى لك دماغ ورأيه لا سأبدأ أخير أ特別 أن أنت تفلع مثل أختك أو أخوك لا أنت شخص غريب وريد أن أخرج براء لأخير فأنت مقلقة لماذا مقلقة؟ لأنني أريد أن أريد أن أفعل لا لا أحب الرأس قوي أنا صغير حسناً حسناً يا أجابت أنت كيف لديك القدرة أن ترد على الفانس بتوهاك؟ لا بجد أصلاً أنت صفحتك ما شاء الله يوهي وعندك يعني فالوورز كثير ما شاء الله مش بحثتك بس أنا أريد أن أعرف كيف تقدر أن أنت ترد على الناس وأن أنت تبقى على طول متواجد معهم على البيتش لأن أنا أكتف قوي أنا أكتف جداً جداً ودايماً أي حد يقعد معي أو يقعد حوالي ولكن أنت مضمن أنت مش عارف إيك خالص أنا بشوف أنه أي حد خد من وقته وخد من اهتمامه أن هو يقول لك كلمة أو يتواصل معك يبقى أنت لازم وجبك عليه أو وجبه عليك أن أنت تحترم ده زي ما أنا لما بحب أن أكلم حد محبش أبداً أن أكلم حد ما أرودش علي بشوف أنها سخيفة جداً 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 وبحس أن ده بيكبرك عند الناس أكتر طبعاً وبالعكس تبقى قريب منهم تبقى قريب منهم فبيبني علاقة صداقة فبتبقى مع الوقت مش مجرد في بارير أو في حيطة برضو من مميزات السوشال ميديا أنا شايفها أنه خلاص أنه وفيه الناس بتشوف أنه ده عايب أنا شايف أنه ده ميزة صراح أنه هي كسرت الحاجز اللي كان ما بين الشخصية العامة وما بين الجمهور لأنه هو فعلينا الحاجز وهمي هو حاجز مجرد بيسموه إيه؟ يعني بيخليك على طول بعيدة ليه أبقى بعيد؟ بالعكس أنت كل ما قربت من الناس كل ما الناس هتقرب منك أكتر ممكن يبقى حد لما يشوفك على التليفزيون إيه عليك ده مكتئين وبعد كده ييكي وده حصلي كثير على فكرة أوي تحديدا على السوشال ميديا بحد يقولك ده مكتئين بيستظرف ما يعرفنيش خلاص؟ وبعدين يحط كومانت زي ده فأنا نخش أرد علي أنكشه كده مع أنت بقى لزيز برضو يا شريف مش كل حد عنده الكدرة دي يعني أنا لما حد بيغلص علي بتجاهل وعد سكتة في فرق انت بتعرف ترد ودي بتبقى ملكة في فرق من التنمر وفي فرق بين اللي واخد عنك فكرة غلط أو المستفز منك بسبب أنت مش أصدق فأنا بشوف هل ده تنمر وجه التنمر سخافة لوجه السخافة وده بيبان وساعتها خلاص بقفل ولا ده حد عنده فعلاً حاجة ممكن يقولها أو حد مش فعلاً مثلاً مثلاً بتتكلم إنجليز كتير طيب يا سيدي ده الراجل بيتكلم ده حور في المهرجان دولي مهرجل بيتكلم نيزي هكلمه إيه؟ هكلمه إيه؟ فلما برد كده ألا إيه؟ آه صح تده أنا كنت فهم غلطة ولا إنت طلعت الأزيز فالو طيب إحنا بقى هنتكلم دلوقتي على أمار من السحر أنا سعيد جداً من الفيلم ده لأنه أول مرة أعمل فيلم وأول مرة أعمل مش بس فيلم أعمل شخصية بعيدة عني جداً لأن هي شخصية المتحرش هي بتتكلم على الديجيطال هراسمنت اللي هو حاجة بنشوفها برضو جداً 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 إن فيه شفنا قضايا وبنات راحوا يعني يعني وإحنا شفنا ده بسبب إنه هما حسوا إنه هما حد بيأذيهم إلكترونياً وإنه هما ممكن يكونوا وثقوا في حد من جين ما يشوفوه وإضطروا إنه هما يعملوا حاجة بمزاجهم أو بالسيطرة أو بالغسل الدماغ فأنا بقى كنت الشخصية الأخرى فدي كانت تجربة الشريف مش لاقي عليك خالص يشريف تخيلي نهيئي ما هو ده كانت تحدي بقى بس ده أنا عموت وتفرج أنا على الفيلم تحدي تحدي وكان الحقيقة كل اللي كان يعني هو أنا سعوض المخرج ومخرج شوما كلهم شباب ومتحمسين جداً للفكرة وكانت جات فوقتها قوي إحنا سوانا فيهم من سنة ده كان فعز بقى كل القضايا وكل الكلام اللي طلع وكان ليه بقى الخطار تعمل الدور ده بالذات؟ لأن لو تفتكلي كويس قوي معظم المتهمين في القضايا ديت لو كنت تبص عليهم تبص على صوارهم تعرفي هممين كنت تقولي إزاي لا يمكن وده بالظلطة اللي كنت عايز عمله فحاسيت أن أنا هخدم أولاً للفكرة والفيلم لأنه فرق عن بسر وجه جديد كده كده أنت ما عندكش عنه أي حكم مسبك لكن الشهايو اللي تفرجوا عليك يقولي إيه ده؟ شريف بيعمل ده؟ فكمان يتفاجأ إن ده بيعمله وده بيتسايد بيطلع فيعرفوا إنه آه أنت ممكن يبقى شخص عادي جداً وهو يبقى هو ده اللي وراه حضرت إزاي للشخصية دي يا شريف؟ حطيت نفسي مكان الشخص حطيت نفسي مكان بصي دايماً يقولك في التمثيل إيه؟ لا تحكمش على الشخصية اللي أنت بتقدمها عشان لو حكمت عليها مش هتعرف تمثلها أنت لازم تتوحد معها فحطيت نفسي مكانه هو ليه بيعمل كده؟ هو هدفه إيه؟ هل هو هدفه شهوة فقط؟ ولا هدفه؟ أو عنده مشكلة نفسية؟ هو لزيته في الانتصار لزيته في أخذ حاجة مش ملكه؟ هو دلوقتي في ميشن مش شايف حاجة عشان كده يقولك إيه؟ هما بيبقوا مش هيميمهم الضحية طيب ما عندهمش قلب هو مش شايف أصلاً هو عنده تارجت داخل عليه بيكون مرضى نفسي مرضى؟ طبعاً طبعاً مش ببرر أنه عشان هما مرضى فهم ضحايا فنقوله عينيه لا أبداً مريض روح تعالك طبعاً لأنه هو مدرك كويس أم طبعاً هو عارف كويس أمي بيعمل إيه؟ وهو ده بقى الفرق ما بين المريض اللي بجده مش مسؤول والشخص اللي مريض بس عارف كويس قوي ومبسوط وسعيد زي الإدمان هي نفس فجرة الإدمان الواحد عشان يبطل حاجة لازم ياخد قرار يقول أنا عارف إن أنا مدمن شيء معين وأنا يعترف عايزة بطل وعايزة ساعدوني ويعترف وعنده مش كده طبعاً بيضغط حتى يقولك لأ خلاص أنا مش أنا تمام أنا مبسوط كده تفهمني فحطيت نفسي مكان أنا عايزة تفرج قوي شريف بجد هشوف التريلر كمان ممكن نستخدمه في البرنامج ياريت ياريت هم مبسوطة قوي طيب الراديو حبيب قلبك حبيب قلبك بجد ده بجده هم على فكرة أنا دائماً الناس بتطلع في التلفزيون وبيقدموا برامج عندهم حتى كده سوف سبوت ناحية الراديو أوي صح؟ طب حكيني لسبع سنين متوع البرنامج بتاعك أنا في الراديو من 2014 وبدأت مكان مين بقى العروسة الجديدة ساليا عبدالسلام واقل منصور كانوا بيخلصوا بروجرام كان نجح جداً نسموا خلي بكرة أحلى وكانوا بيدوروا على مزعين بدل وأنا كأساساً كنت أحبقى في راديو النيل من 2010 من تأسيسه وبعد كده حصل حاجة وكنت أحبقى في هتس مش في ميجا وحصل حاجة ما مشيتش فبعدها باربع سنين لقيتهم يكلموني طيب تعال احنا عايزين حد للبروغرام ودخلنا فعلاً كنت أنا وفريدة الخدم عادنا أربع أو يمكن سنتين بنعمل البروغرام ده وبعدين قدمته الواحدي وبعدين مع كل الوقت ده كان باين جداً كنت بقى ساعة بقى بعمل مهرجلات وبعمل آنسكين وحبي للسينما هو حاجة محدش يعني أنت عارفة منا وإحنا عيال فمخصباً عننا بقى فقلنا طيب خلاص نعمل برنامج عن السينما وكان بحب السيمة وكان هدفه إن أنا مش بس إن أنا باتكلم على السينما بكل بقى سينما عالمية ومصرية وهكذا إن أنا كمان أستضيف الناس اللي هو دوقتي حاجة حصلت في مهرجلنا الدراما على سبيل المثال وإنا سعيد بها جداً إن أنت تستضيفي من هم وراء الكاميرا اللي هما بأهمية النجوم طبعاً فكان معايا عباس صابر الأكسسوار كان معايا أستاذ أحمد حافظ منتاج كان معايا أحمد المرسي كان معايا تامر فرج قبل ما اشتغل معايا كمخرج كان معايا كل الناس ديت ومع النجوم اللي هي بقى اللقاءات الطبيعية وبقى بقى الوقت بحب السيمة ده مجتمع زي ما يقولوا برضو كوميونيتي نفس فكرة الإنستجرام اللي أنا بعملها اللي هي يكون عندك كده نادي للناس اللي بتحب السينما وبعد كده نمنا وصحينا الكلام ده كان في 2015 عام 2022 البرنامج بيقاله سبع سينين أيوة أنا بقولك سبع سينين يعني هو من أطول البرامج المستمرة على إذاعات المصرية دي دي وبرنامج متخصص يعني صعب أقول تلاقي البرنامج متخصص طويل يقعد السين دي كلها فأنا بحبه جداً وسعيد جداً إن هو ناجح وبس وبحب السيمة يعني والبرنامج حلو قوي يا شريف بجد وموسى اللي يخد بالك الراديو دايماً أصعب أكيد أنت عارف طبعاً يعني مفيش بقى اللي فيش الإكسبراشنز مثلاً على الكاميرا أنت بتوصل بيها زي ده وكله بالصوت وبتبقى إكسبرينس حلوة قوي أنا عملتها عن نفسي وعايزة أقولك أنا كنت دايما بحيث إن أنا مش رايحة الشغل صح؟ يعني كنت بحيث إن أنا رايحة أعمل الهوية لما بحبها تقليم على الناس بالزبط مفيش حقت بينك وبين الناس خالص خالص يعني أنت حتى أنت عادتك هنا والميك أب والكلام ده كله برضو بارير طبعاً في حقت زي ما قلتلك دي أحلى حاجة السوشيال ميديا والإذاعة زي المسرح بالنسبة للممثل تواصل مباشر أنت بينك مفيش مفيش حاجة بينك وبين الناس مش مستنية وقت عشان تاخدي رد فعل فهمت؟ صح دي بالنسبة لي أنا شايفها ميزة جبار طيب شريف من كم أسبوع بعتلك على السوشيال ميديا قلتلك أنا بجد مبسوطة قوي بالانتروفيوهات التي أنت عاملها احكيلي عن الانتروفيو مع الفنانين بتوع المسلسل رينغز أو باور أو مملكة الخواتم اللي هو المسلسل هو إنتاج ضخم جداً وهو استثمار زي ما شايفين كده مع جيم أوف ترونز هو استثمار لنجاح الأعمال ديت فقراروا أن هم يعملوا المسلسل ما قبل بداية لورد ورينغز والحكاية وكذا وقع أختيارهم على أن يكون في موزيعين من الشرق الأوسط أو موزيع من الشرق الأوسط لا يوجد حد غيري إلا طبعاً الصحفيين اللي في المواقع الكبيرة الديجيطال أو الصحفية لكن كان موزيع من العالم العربي أنا الموزيع الوحيد من العالم العربي اللي كان ليا الحظ والفرصة أن أنا يكون ليا إنتروفيوهات إكسلوسيف وأنا أتفرج على الحلقات قبل ما تنزل للناس مع نجوم المسلسل ده مرحباً أحبًا لا تفهم شكراً جزيلاً لا، كان مرحباً، وقد أشعر أنه مرحباً وقد أشعر أنه مرحباً بأن الكثير من الناس الذين نعملوا كايت بلانشة وقد أعملت معها، وقد كنت أخبرتها كيف سأفعل ذلك؟ ولكن مع ذلك، أشعر أنني أشعر أن أعمل مع الناس الذين كانوا جميعاً من The Hobbit و The Lord The Rings هذه ليست أول مرة الحقيقة، قبل كده كان لدي تجارب مع مستوارات العالمية وكانت حاجة الحقيقة سعيد بها جداً لأنه أكتر كومنت جادي وفرحني أنه إحنا شايفين كأن أنا متفرج على محتوى عالمي صح، أنا لما اتفرقت كمان وقلت لك كده بجد يا شريف أنا كنت متفرج حسن أننا قفلنا كل التلفزيونات أنا عادة دلوتي بتفرج على حاجة مثلاً على راك كاربت في هوليوود فاموس دي، بجد كان حلو جداً جداً وهو ده هدفي، أنا دايماً 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 هدفي أن أنا أي حاجة بعملها أن أنا أكون على قد مقدر أن أنا أقدم المحتوى المطلوب مني سواء كممثل، سواء كمزيع، سواء كمقدم محتوى، سواء كأي حاجة بعملها أن أنا أعملها على أكمل وجه وزي ما هي يا زي كتالوك بتاعها ما بيقول بيعملوا إيه يا جماعة هنا؟ نعملوا عشان إحنا مش أقل من أي حد في الدنيا، بل بالعكس فمكاننا مفروض يكون كده، وشغلنا مفروض يكون كده وانت لما بتعملي شغل كويس، تتكلي على سوشال ميديا اللي بتابعك شباب، وكتير جداً من اللي بتابعوني نفسهم يخشوا إعلام ويكلام كله طبعاً، فهم لما انت تشوفي حد أنت بتبصيره بشكل كويس، بتشوفي بيعمل شغله صح؟ وانت بتحب الشخص ده، وعايزة تعملي الشغلات دي، هتطلعي بتعملي كده زي ما أنا أثر فيه كل جيل، أنا هنا قاعد في التلفزيون، في الستوديو اللي قاعد فيه أهم مدعين مصر وأهم إعلامين مصر أنا لو ما كنتش تفرجت على طارق حبيب، أو سمير صبري، أو سلامة الشماع، أو أستاذ حمدي شوفي بقى مين، خلاص؟ كنت هطلع بشوف مين؟ مع الناس دي شلاتة شفتها بتعمل شغلها مظبوط، فقلت أنا عايزة بقى زيه صح؟ فده اللي بحاول أعمله على المطاق قد كده خالص، مع الفانس الصغيرين ومع الناس اللي بيتابعون لا يا شريف، فحد يجي يقولك إيه ده والله تابع عملت شغل حلو فأقوله شكرا، مرسي، عشان ده هدفي، مش أنه أنت تقول أنت تجامد، أرجو أنت تقول أنت تجامد لأنك عملت شغلك حلو، هو ده اللي أنا عايزة وانت عملت شغلك حلو، شكرا راديو، وتلفزيون، وتمثيل، ويعني أنا بجد مبسوطة قوي يا شريف وأنا قوي، سعيد، أنا عاجبني بروجرام جدا، وبجد كل ما بشوفه وبتفرج عليه، أنا بقعد عمل كده وبشوف يتي بتعملي إيه، وبشوف قد إنتي عندك passion أو عندك شغف للي بتعمليه، وهو ده كلمة السر، لازم أي حاجة الواحد يعملها بشغف قد كده أنت بتحبي شغلك، وقد كده أنت عارفة بتتكلمي في إيه، ومتبعة لأنه جزء كبير، لا، بس هو جزء كبير جدا من شغل، الأول ما حد يقول أنا حعمل، عملت بلنامج بالزبط شبه ده من كذا سنة خاص بنعنك، خلاص أنت قررتي أن أنت بقيت للأذب، موركيش حاجة غير ده لازم عانيك تبقى صح صحة ومتبعة وعارفة عشان ده بلنامج اسمه ترنز مفيش أي حاجة تانية بتحصل في اليوم أصلا أنا سعيد أن ده موجود على القناة الأولى في التلفزيون المصري دي أكثر حاجة عملي سعيدة بصراحة لأنه حاجة جد محترمة جدا شكرا يا شريف، مبسوطة أنت كنت موجود قوي معي النهاردة أنا كمان انتروفيو ده عزيزة علي وغيلي على قلبي جدا أنا كمان ومش بس بقى موزيع وممثل شاطر، كمان ديف شاطر الله خل ديف شاطر دي جد يجي مني؟ ديف شاطر لازم أنا مسكدتش لا برابد، وأنا بقعد أسمع دلوقتي بعدين بقى، بعدين أنا اللي هتكلم وهي أرغي، هسيبك بقى أنت تسأل سؤال واحد وأنا اللي أرغي إن شاء الله، متأكد شكرا يا شريف روي على أن أنت كنت موجود شكرا، شكرا شكرا وكده نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة، استنونا الأربعة جاي الساعة سبعة، باي باي